الحبيب منهمك بأعماله واستقراره المادي واستقراره العائلي وهو ربما يريد أن يقدم لك عرض جدي إذا كنتم غير مرتبطين ممكن أن يكون الحبيب في وضع مادي صعب قليلا وأن تطلب منه الاستقرار والارتباط وهو الآن في وضع متعب من هذه الحياة والأحمال الثقيلة التي على كاهله وهو يريد أن يقدم لك عرضا جديا بالارتباط احتمال وبأن عرضا جديا يكون عرضا قوي مادي وعاطفي وربما يكون هذا الحبيب قد مر في وقت أوقات جدا صعبة في حياته فهو يظهر لي بهذه الطاقة أن هناك تغييرات كبيرة طرأت على حياته من فترة وهو الآن في وضع صعب وحمل ثقيل ويحاول أن يكون يحافظ على استقراره وعلى ثباته استقراره المادي والعائلي أو العاطفي وهو شخص متوكل جدا على الله قوي ومعتمد على الله اعتمادا كليا في حياته تقاطك لهذه القراءة أنت هنا تحاول أن تقاهم تحاول أن تكون قوي تحاول أن تدافع عن نفسك فأنت تجد نفسك في مأزق ولا تقدر على الخروج منه إلا بقوتك وبعزيمتك فأنت تحاول أن تثبت أفكارك وتثبت بأنك أنت على حق وتحاول أن تصل إلى ماذا تريد بكل قوتك فأنت هنا في الطاقة العامة فيظهر لي بأن طاقتك هناك قد تبعثرت وأنت فقدت الصبر في الطاقة العامة هنا تريد احتمال أن تكون قراراتك هنا متسرعة وتحاول أن تصل إلى هدافك بأسرع وقت ممكن لكن هذه الورقة وهذه الورقة تنصحك بأن تتخذ هذه جاءة مقلوبة بأن تفكر جيدا ولا تجعل الغضب والفقدان الصبر يحرفك عن الاتجاه الصحيح تحلى بالصبر وبالهدوء ولا تتترى طاقة الحبيب هو في طاقة انتظار والصبر وترقب أيضا هو يريد أن يكلمك احتمال بأنه يريد أن يكلمك ويقول لك شيئا احتمال بأنه كما قلت هناك طاقتين تظهر لي احتمال بأنكما تريدان الارتباط ببعضكما لنفرض أنك أنت أنثى وأنت تريد منه أن يتقدم بخطوة جدية بجاهك ولكن هو متعب من هذه الحياة جدا وهناك أعباء كبيرة على عاتقه وهو الآن ينتظر ويترقب الوقت المناسب للقدوم إليك ولأخذ خطوة جدية أنت تشعر بأن الحبيب يحاكمك دائما يحاسبك على كل أخطائك على الكبيرة والصغيرة لماذا فعلت هذا؟ لماذا قمت بهذا؟ أنت دائما لا تقدم لي شيء أنت دائما لا هو يحاسبك عفوا أعتذر لكم عن أنفطا كما قلت أنت ترى الحبيب بأنه يحاكمك على الكبيرة والصغيرة ويضعك دائما في موقف محرج لا تعرف أن تخرج منه أو أنك تشعر بأن الحبيب قد حصلت له كارما بسبب شيء ما مر له في حياته مر معه في حياته الحبيب يشعر بأن الأمور بينكما ربما أكثر من احتمال سأعطيكم سيشعر الحبيب بأنه ربما هذا الحب الذي بينكم وهذه العلاقة التي بينكم قد انقطعت وانتهت أو يشعر بأنك بأن في حياتك أنت قد مررت بتغييرات جذرية كبيرة أثرت على حياتك وأنت الآن في حياة جديدة تريد أن تشق حياتك بطريقة جديدة غير الحياة التي كانت معه أو كنت مع بعض في السابق فكما أرى هنا بأن الحبيب كان يحمل حمل ثقيل وهو قد مر بأشياء صعبة في حياته وبفضل قوته هو الآن يحافظ على استقراره المادي والعملية ربما تغير كل شيء في حياتي وأنت تشعر بهذه الطاقة بأن الأمور كل شيء في حياة هذا الشخص قد تغيرت وكأنه هناك شيء إلهي أو قدري حصل معه غير هذه الأمور بشكل سريع وأنت تشعر بأنك فقدت الصبر من هذا الشخص ولم تعد تقوى على الانتظار نوايا الحبيب هو ينوي أن ينتظر ويبتعد قليلا وهو ينوي على المراقبة والاحتفاف بك في قلبه وعقله هو لا يتركك لا يبتعد عن تفكير بك فأنت في قلبه وعقله دائما وهو يحاول الآن أن يحافظ على استقراره المادي ممكن لكي يعود إليك بعد هذا فهو هذا الإنسان أنا أرى في هذه الكروت بأنه ربما يعاني هذا الشخص من الحالة المادية الصعبة هو ينتظر شيء ما للتقدم إليك أو للمجيء إليك إذا كنتم في علاقة جديدة هو ينوي الاستقرار المادي أو أولا ثم يأتي إليك بخطوة جدية وإذا كنتم في علاقة من فصلين هو في وضع صعب أنت هو يحتفظ بك في عقله وقلبه ومتمسك بك ولكنه لا ينوي على عمل أي شيء غير الانتظار والتراقب في هذه الفترة احتمال بأن هذا الشخص لديه علاقة ثلاثية عنده علاقة ثلاثية فهو يريد أن يخرج من هذه العلاقة هو يريد الانتظار قليلا والمحافظة على هدوئه والخروج من هذه العلاقة ربما يكون عنده عمل كبير ليس بالشرط العلاقة الثلاثية امرأة ربما يكون لديه عمل كبير وحمل كبير وهو يحاول أن يخرج من هذا الحمل الكبير الذي في حياته ينتظر قليلا لكي يحصل على هذا الاستقرار المادي نتيجة هذه القراءة نتيجة هذه القراءة كلام واضح وصريح بينكما سيحصل بينكما في هذه الفترة كلام ومصارحة بشكل واضح وصريح وبأربما يكون هذا الكلام بينكما قاص على الطرفين احتمال لأنك أنت لأنك أنت غطان منه جدا وأنت شخص هنا قد نفذ صبرك احتمال بأن يكون بينكما كلام ويكون بينكما هذا الكلام جارح وقاسي نصيحة هذه القراءة تقول لك هذه البطاقة عيش حياتك واستمتع بحريتك وحافظ على استقرارك المادي في هذه الفترة وعلى أعمالك وانظر واهتم بأعمالك فهذا الوقت ليس بالضرورة بأن تكون مع بعضكما البعض أنت بحاجة إلى أخذ وقت أيضا تكون به لنفسك ربما لتشحن طاقتك الإيجابية من جديد فأنت في وضع صعب الآن في هذه الطاقة الوضع الصعب أنت تريد أن تكون تعيش بشكل حر تخرج تفرح تعيش حياتك قليلا لكي تخرج من هذه الطاقة التي أنت بها الآن فأنت عديم الصبر ومتعب جدا في هذه الفترة هذه نصيحة هذه القراءة ربما يكون تتغير الطاقة في الفترة القادمة ستحاول أن أعطيكم نصيحة هذه القراءة القراءة تقول السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا فقط افتح عينيك وانظر جيدا فأنت بنعمة يحسدك عليها الكثيرون ربما أنت أيضا في نعمة يحسدك عليها الكثيرون فأنت ربما تكون في وضع مادي جيد وهذا وضع هذا شخص وضع صعب فأنت في هذه الفترة بنعمة راعي مشاعر الآخرين تقول لك البطاقة راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة هذه تؤكدين هذه الطاقة هذا الشخص كلامه صحيح بأنه كلام واثق من نفسه وكلام كالسيف كحد السيف يخرج في الوقت المناسب ولكن أحيانا هذا الشخص يجرح في الكلام يقول كلام صعب يندم عليه لاحقا فتقول لك هذه الطاقة راعي مشاعر الآخرين واترك دائما أثرا لكلمة جميلة تكلم ماذا تريد تكلم هذا الشخص ما تريد وقل له ماذا تطلب ولكن لا تكون فاقد الصبر وعصبي وحافظ على مشاعر الآخرين سأأخذ من الرومانس أنجل هذه البطاقة تقول ربما يكون هذا الشخص هو الصولبيت أو الشخص المناسب في حياتك وربما تكونان في علاقة زواج وتكون هذه العلاقة سعيدة فأنا كما قلت في البداية ربما تكون هذه العلاقة علاقة أنتم متعرفين على بعضكما من الفترة أنتم مرتبطين وأنت تريدين منه أن يتقدم للخطبة ولكن هذا الشخص وضعه المادي ووضعه العائلي صعب وهو يحتاج فترة لكي يجهز نفسه ويقوم يتقدم لخطبتك تقول هذه البطاقة هذا هو شخص مناسب ربما يكون هذا الشخص هو الصول ميد هذه البطاقة تقول هذه إذا كانت بينكم أي مشاكل عائلية فستحل احتمال بأنه يكون بينكم مشاكل من طرف أهل أهلك أو أهلهم وهذه المشاكل بإذن الله ستحال شكرا لكم وليد برج العقرب على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم